ماما عايزية يا عم الميس لذ Egg's ورقة هنا في الكراسة وقاتتول fig番ه كمان في ماما عشان تجيبه ابتسه في حجه لصي هتجيب كمان في المدرسة دي هاتولي اه شوي بست او وريني يا اخوي يا جشي اختي ... اقدر كل الحاجات دو كلها يا ابني يا لهو يلهو يلهوي كل الكلام ده عشان اه الميس عالت عشان اللونенная dannies وهنعمله هناك في المدرسة فالفناء لا بوكي اسحي يا اخوي اورهوله وخليه يمبسط بالمدرسة اللي هو يدخل هلك الخاصة اللي هو فرحان اللي بها دي ايه؟ بتجيب السرطة بوف ايه؟ تعال يا اخي تعال يا اخي ويقع الجنب كده وامبسط واشوف الطلبات اللي طلبينها منيبلك في المدرسة فو احنا لسه نجيب حاجات تانية كمان ولا ايه؟ واحنا مش جيبنا خلاص السبليز وخلاص يا ليه ثويفت على السبليز وخلاص اتفضل يا اخوي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده اتنين كيلو بلح ده عشان حمام الأصفر ابو مية وعشرين جنيه ليه؟ وكل طلب هيجيب يا وله اتنين كيلو بلح والله ما بينجيبه في البات واعيز ايه؟ خوش وايه كمان؟ وورد عباد الشمس وجلبية فلاحي وعمامة وطاية ده ايه كل الكلام ده كله يا زهيري؟ الولا هيروح يعاش في الفلاحين ولا ايه؟ يعاش في الفلاحين يا بس يا حاج دول عايزين الحاجات ده عشان اكتيفتي يعني اهل بتاع اللي بتقوليه ده؟ قال انت ده خليبناك مدرسة خاصة ومش عارف يعني ايه اكتيفتي اقولي يا وله يا وخلاصي ما تخليش منظري وحش قدام الولد ده نشاطة عندهم يا حاج بيعملوه في الحوش بتاع المدرسة يعني انت قصدك ان انا اجيب حاجات ب700 و800 جنيه عشان الولا يقف ينبسطلي بها في الحوش ويعمل يرفع ايد كده وينزل ايد كده؟ ايوه يا خوي اخد الحبيب الكراسة بتاعتك واطلع على قطك يلا انا ماليش دعوه بابا انا عايز الحاجات دي ازاي اصحابي ماشي ماشي اطلع انت بس انا هكلم مع امه تتتحكي عليها وليه ده المصوبة اللي احنا فيها دي اولا مش دفع الشيء الفلاني في المدرسة ديه هم خدوا الفيش دي عميلوها ايه؟ اللهي ما نعرفه يا اخوي انا مالي انت اللي قولي ندخله مدرسة خاصة ايوه قولت عشان يتعلم تعليم قويس الولا يطلع كده اه ايه عارف حاجات كده بالانجليز وصوية حركات كده ويبقى باين عليه ابن ناس لكن ايه الحاجات اللي هم طالبين اولا حقال الاصفر اللي اجابه ومية وعشرين جنيه اجب بمتان وخمسين جنيه اتنين كله ونح في المدرسة لا ايه؟ ده انا مبقى اجيبش نصة كله ازاي ده في البيت عندي يا اخوي ابرحها عن نفسك اصلي تققلك عرق وانت واقف ولا اجيب الى الجلبية وكوفية وعمامة اعمل ايب الكوفية والعمامة بعد كده ده بالجلبية وهلا بيسهله لهم الجمع مع انها فلاحي مش هتنفى على البيسه لان الولا يبقى شكله غريبة عن الناس كله اعمل ايب العمامة والكوفية اعمل لبوهم ايه ده؟ يعني اجيبهم بالشيل فلان عشان اركنهم في الدولاب اولا مش تشاري للودة بلطه كانوا طالبينه منه في المدرسة وطينا وبالزور نزرعها ونجيب له جروف وحاجات كده غريبة ده الاسبوع اللي فات يا حاج يعني ايه يعني اسبوع يعني هو انا كل اسبوع هيتطلب مني حاجات زي دي كل اسبوع ربنا يخليك يا حبيبي واتجيب له كمان وكمان لا يا شكا بالمنظر ده ربنا يخد واخلص من الفيلم اللي انا فيدي ده الا اللي انا حطيت نفسه في ايدي انا كل اسبوع هلاصرفلي فوق الالف جناه عشان شوية اكتيفتي اسمها اكتيفتي يا حاج اكتيفتي لكن اكسين بقولك اه انت تغيب الودة في يوم الاكتيفتي اللي انت بتقول عليه ده اه بقول احنا ما اندوم دوم دومناش حل غير كده انا بردو بقول يا اخويا كده بردو انا اجيب له اي البلح بمية وعشر جل اجيب له اثنين تقل ليه ان شاء الله وبعد ارماله المبلح اللي احمر يعني هو وحش والله هيطلع في التصوير وحش مش حيل مش فهم انا انتوا بيستغلوا يعني وخلاص هو اي بلح اي حاجة غالية وخلاص يا عاني الراجل اتها بل ومش يكلم نفسه اشتركوا في القناة